بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكو شباب معاكو عبد الرحمن ومكملين مع بعض سلسلة احتراف برنامج الاكسل من البداية وإن شاء الله النهاردة هنتعرف على أسرار جميلة جدا جدا هتساعدك تحمي شغلك هتساعد الناس اللي انت بتتعامل معهم آآ ان هما يبقوا مؤتمنينك على الداتا دي ومش خايفين خالص ان اي حد يطالع عليها الأسرار اللي احنا هنتكلم فيها بإذن الله أول مرة هتشوفها وهتشوف فعلا حاجات مختلفة عن اللي انت تعرفه طبعا هنا شباب أنا عندي جدول الجدول ده هو جزء من البيانات اللي موجودة جوه الشيط بتاعي أنا لا أملك الشيط كله ولكن أنا عايز أحمي الجزء الخاص بيا أنا بس كمان أنا عايز أحمي الملف كله كمان أنا عايز أعمل هايد والناس اللي أنا شغال معاهم أو أي حد تاني ما يقدرش يعمل هايد أو إعادة آآ الشيط للظهور مرة تانية أسرار مهارات كتير قوي يلا بينا نشوف أول مهارة العادية خالص اللي كلنا عارفينها حماية الشيط طبعا أنا علشان أحمي الشيط بتاعي هضغط كليك يمين وهروح على حاجة اسمها بروتيكت شيط هضغط عليها طبعا هنا هو بيقول لي باسورد تو ام بروتيكت خلي بالك ان في علامات صحة هنا انت بتألو ان هم يعملوا بتبتسمح لمستخدمين الشيط ده بآآ ان هم يعملوا ايه حتى وانت عامل الباسورد فخلي بالك انت كده سمح لهم ان هم يعملوا على الخلايا المقفولة ويعملوا على الخلايا اللي مش مقفولة وده خطر وهقول لك ليه خطر دلوقتي انا هعمل الباسورد اهو رقم واحد وعا كده هدوس انتر طبعا الباسورد بتاعتك لازم تكون حروف كابتل وسمول ورموز وارقام علشان تبقى ضامن آآ ان ما فيش اي تلاعب يحصل آآ فيها طبعا هنا بيقول لك انتبه لو انت نسيت مش تعرف ترجعه تاني وبنصحك تشيل بالباسورد بتاعتك في آآ مكان آمن وحضرت لك ما بين قسين انه طبعا آآ فيه طرق لأآ ان انت تفتح بيها الباسورد ان شاء الله هنتكلم فيها في المستويات المتقدمة حتى وان كان الملف بتاعك محمي آآ آآ زي ما انا وضحت لك طيب انا دلوقتي هعد تكرار الباسورد مرة تانية وبعد كده هضغط طبعا انا آآ حميت الملف لو جيت كتبتك يا دلوقتي اي حاجة هلاقي نفسي مش عارف اكتب لو جيت ام صح هلاقي نفسي مش عارف ام صح ولكن آآ انا اقدر ان انا آآ اعمل يعني انت سيبني الرسالة اللي انا قلت لك خالي بالك منها ان هي خطر انت سيبني ان انا اعمل اللي كت على الخلايا المقفولة اللي انت اقفلها دي فانا هاجب منطقة البساطة كده على الشيط بتاعك الكميل ده اعلم عليه من فوق كده ادوس كليك يميل بعد كده ااخد منه بعد كده اروح اي شيط تاني في اي حتة واحطه آآ يعني انا اخدت شغلك من غير ما انت تاخد بالك وخلي لك الشيط بتاعك المقفول ده آآ اعمل ببقى بيه اللي انت عايزه معين الشيط محمي بس انا اخدت منه ايه خدت منه كافي طب ازاي امنع انت كانت النسخة طبعا اللي بناخد منها كافي قدر لانك اكتب فيها اي حاجة اوه اي حاجة كتبتها انا آآ احمي نفسي بان انا آآ اعمل الخطوة اللي هقول لك عليها دلوقتي دي ايه هي طبعا علشان تفك الحماية هتدوس كليك يمين على الشيط بعد كده هتقول له شيط طبعا هيطلب منك ايه هيطلب منك الباسورد هتدخل الباسورد بعد كده هيدخل لك على الشيط عادي تقدر انت تمسح وتعمل فيه اللي انت عايزه طيب وانت بتعمل الباسورد وانت بتعمل الباسورد كليك يمين بروتكت شيط شيل علامة الصح اللي موجودة عند سيلكت ان لوك دي سيلز وسيلكت لوك دي سيلز كمان كيف انت عايز تحمي ملف كله او عايز تقفل الشيط كله فخلاص يعني علامات الصح دي اصبحت ملاهاش لازمة فهاشيلها لما بشيلها وبدوس الباسورد وبكرر الباسورد هو هو طيب انا دلوقتي عايز اعلم بقى زي اما المرة اللي فاتت كده معلمت بص احتاجي على السهم نفسه اهو بضغط عليه اوه مش راضي يعلم اه مش عارف اعلم عشان اخد خلاص فانا كده قفلت على اه الراجل اللي كان بياخد من الملفات المعمولة الباسورد الموضوع ده خلي بالك من الجزئية دي وتعال نتكلم في سر تاني برضو اه هيساعدك انك تشتغل بشكل احترافي طبعا هنا الملف بقى عامل زيه زي البي دي اف بالزبط خلاص طيب انا هاجي دلوقتي هلغي الحماية هدوس كليك يمين واقول له ام برتيكت وهكتب الباسورد وهدوس انتر هيفتح معي انا لا املك الشيط كله الشيط كله مش بتاعي انا شغال فيه انا وزميلي بس عايز احمي الجزء بتاعي من ان حد يلعب لي في الداة او يغير لي في المعادلات والدوال اللي انا عاملها ببوز الارقام فاحمي الجزء بتاعي بس ركز معي في الخطوات اللي انت تحمي بيها جزء من الشيط بتاعك اول حاجة شباب اللي انت هتعمله انك هتعلم على الشيط كله هتعلم على الشيط كله بعد كده هتضغط كليك يمين وتروح على حاجة اسمها هتلاقي ان الخلايا كلها الخلايا كلها معمول لها ايه معمول لها او في علامة موجودة على فانا هشيل العلامة دي هشيلها طبعا لما بشيل العلامة كده اصبح كل الخلايا مفتوحة يعني لو انا جيت دلوقتي جربت ان انا اعمل لو انا جيت جربت ان انا اعمل مش هيلاقي حاجة يقفلها الباصورد لكنه مش موجود اساسا فهقفل انا بقى الجزء اللي يخصيني هعلم على المكان اللي يخصيني في الشيط زي كده اعمل عليه بعد كده اما تدوس الاختصار بتاع او تدوس كليك يمين هي هي وتروح تعمل ايه بقى هتعمل على الخلايا اللي انت معلم عليها دلوقتي وقف الفيديو اشتغل معي خطوة خطوة بعد كده ارجع كمل تاني ضروري جدا انك تطبق بايدك زي ما دايما بقى كده عليك والنوتة بتاعتك والقلم وتكتب اهم الملاحظات طيب انا دلوقتي بعد ما قفلت الجزء ده بعد ما قفلت الجزء اللي يخصني هروح اعمل هدوس كده كليك يمين واقول له ولكن هنا بقى هعمل ايه? انا مش هخليه الخلايا المقفولة اللي تخصني ولكن انا هخليه يسلكت الخلايا اللي مش مقفولة ان هي مش بتاعتي بتاعت زميلي يكتبوا بقى هم زي ما هم عايزين يسلكته زي ما هم عايزين يعني يقف على الخلايا تمام? اه ولكن حقيت انا لأ مش هسيب له الاتاحية بتاعتها اللي هي الخلايا المقفولة. بعد كده هكتب الباسورد ادي رقم واحد واضغط انتر. وعا كده عيد تكرار الباسورد. لاحظ انا لو جيت كتبت دلوقتي اي حاجة اهو كتب عادي جدا ليه ما دي خلايا مفتوحة طب حكت انا فين اهي عايز اقف حتى فيها عايز اقف في الخلايا واكتب بص انا سامع صوت الماوس بص مش عارف اقف هنا ليه ما نعني ما نعني ان انا قفتة بضحك على الاكسل كده وقف جنبه واجي اه امشي بالساعة مش مال ولا يمين بص بيبعدني اكن هنا في حاجز اكن هنا في حاجز كده موجود بيمنع الناس ان هما يقفوا على الخلايا دي انت كده حاميت جزء من اه الشيت مش الشيت كله انت ممكن كمان تعمل حماية للملف كله الملف الخارجي تعمل حماية للملف الخارجي ان هو ما يفتحش اساسا ويتطلع على المعلومات في مرتبات ولا حاجة مش عايز حد يتطلع عليها فبتعمل حماية لفايل كله منين برضو هتدخل فيه طبعا عايز تلغي ده هتخش فيه فايل هتخش على حاجة اسمها انفو هتخش على حاجة اسمها انفو من انفو هتبدأ تخش على بروتكت وورك بوك بروتكت وورك بوك هتخش على حاجة اسمها انكرابتوز باسورد اعترض الملف ده بباسورد. اه فتح يعني. بعد كده هكتب الباصورد واكراره تاني هكتب الباصورد واكراره تاني واعمل واعمل حفظ واقفل الملف خالص وارجع افتحه من الاول مش هارده يفتح وهيطلب منك باصورد علشان حتى يفتح طيب تشيل ازاي الباصورد ده بعد ما تفتحه طبعا بعد ما تفتح الشيت هتخش هنا على وتقول له انكربت هتلاقي الباصورد موجود هتعلم عليه هتعلم عليه كده وتعمل اوكي وتعمل طبعا وبعد كده خلاص انت كده شلت الباصورد بتاعك من اه الشيت طيب انا دلوقتي عندي معادلة ولا حاجة انا عاملها مش عايز الناس تشوفها ممكن ان انا احميها يعني ممكن ان انا احميها او اخليها تبقى مخفية عنهم اه ممكن يعني انا عندي اهي مجموعة ارقام الارقام دي هدخلها في دلة وليكن مسلا دلة اهي اعمل دلت صم واضغط لما بنيجي الناس تقف هنا هي شايفة انا عملت ايه انا عملت صم للخلايا دي وانا عايزهم حتى لو اقفوا هنا لو اقفوا هنا ما يطلعوش على الدلة اللي انا عاملها هعمل الكلام ده ازاي هدوس طبعا لو الشيت انت حميه فك الاول الحمية عشان تعرف تشتغل بعد كده اه فكه وبعد اعمل بعدين بعد ما تخلص على الخلية اللي انت عامل فيها هدلة اه او لو عايز حتى بص الحركة اللي انا اقول لك عليها دي حركة جميلة جدا لو انت عامل دوال متفرقة يعني مليانة في الشيب بتاعك دوال 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 كتير اوي فمش عايز تعلم عليهم كلهم اه لوحدة كده خلية خلية والكلام ده فتعمل ايه? هتعلم من قائمة هتقول له اه فورمولة يعني دور على اي فورمولة بص راح اعلم ازاي هو على دي وعلى دي ولو في اي ميت الف دلة تاني او معادلة موجودة هيعلم عليهم برضو وهدوس عليهم كده كليك يمين بعد كده هقول له وهنا من هقول له ايه? هقول له هقول له ايه? هقول له اخفاء بعد كده اقول له اوكي طبعا ما فيش حاجة حصلت ليه? لان انا لازم الاول اعمل الباسورد هدوس كليك يمين على الشيت بعد كده بعد كده هكتب الباسورد بتاعي وهكرره مرة تانية ولاحظ تم اخفاء الدلة اللي انت عاملها في المكان ده والناس شايفة اه ان في تجميع عدت تحصل وان في حاجة هنا انما هي مش عارفة ايه اللي تم او ايه الشيتات اللي انت عملت معها لو كانت طبعا شيتات سرية مش حابب الناس تتطلع عليها المعارات الخاصة باخفاء الشيت وان محدش يشوفه اخفاء التبات اللي موجودة واسرار تانية ان شاء الله هنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية اه لو انت بتستفاد ما تنساش انك تعمل مشاركة ليه الفيديوهات والمحتوى ده ناس كدير اول نفسها تتعلم بطريقة مبسطة بنحاول ان احنا نقرب المعلومة لمخك بابسط الطرق اعتمد على الله وطبق بايدك ثم اطبق بايدك وان شاء الله الامور معك تكون طيبة اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية جديدة ومميزة بتنساش تصلي عن نبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة